ودلوقتي هنبدأ بفقرة ترانز of the week الأسبوع ده كمليان بالترانز بس أكتر حاجة شغلت الناس على السوشيال ميديا كانت حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس واللي اتزاعت على شاشة القناة الأولى أجزاء كثيرة من الحوار بقى التراند على السوشيال ميديا ومنها كلام إسعاد يونس عن صلاح لما قالت أنها حسة أنه ابنها وكمان كلام صلاح عن مكة في البيت ومعاملتهم معها ومع مامتها وأختها كيان وكمان كلام صلاح عن حصوله على المركز السابع في جائزة أفضل لعب في العالم وأن ده ما كانتش متوقع وأن النتيجة كانت ظلمة جدا من الحاجات اللي الناس تكلموا عليها كثير على السوشيال ميديا كانت أفكار صلاح بعد اعتزال قرط القدم وأنه ممكن يتجه إلى أنه يكون رجل أعمال أو يعمل في مجال قرط القدم وطبعا كلام محمد صلاح عن زوجته ماجي تصدر تراند بشكل كبير خصوصا الجزء اللي قال فيه أنها أهم ضلع في حياته قد إيه مؤثرة في حياته بشكل كبير وأنه خليها تستلم جايزة في حفلة الأفضل لأنه كان حابب أنها تظهر أكتر من الأول